حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسمين قال حدثتني عمتي سارة بنت مقسمين عن ميمونة بنت كاردمين قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو على ناقته وأنا مع أبي وبيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم درة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية فدن منه أبي فأخذ بقدمه فأقر له رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فما نسيت فيما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على صائر أصابعه قالت فقال له أبي إني شهدت جيش عثران قالت فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الجيش فقال طارق بن المرقع من يعطيني رمحا بثوابه قال فقلت وما ثوابه قال أزوجه أولا بنت تكون لي قال فأعطيته رمحي رمحي ثم تركته حتى ولدت له أبنة وبلغت فأتيته فقلت له جهز لي أهلي فقال لا والله لا أجهزها حتى تحدث صداقا غير ذلك فحلفت أن لا أفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقدر أي النساء هي قال قد رأت القطير قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها عنك لا خير لا كفيها قال فراعني ذلك ونظرت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأثم ولا يأثم صاحبك قالت فقال له أبي في ذلك المقام إني نظرت أن أذبح عددا من الغنام قال لا أعلمه إلا قال خمسين شاتا على رأس بوانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عليها من هذه الأوثاني شيء قال لا قال فأوفل الله بما نظرت له قالت فجمعها أبي فجعل يذبحها وانفلتت وانفلتت منه شات فطلبها وهو يقول اللهم أوفي عني بنذري حتى أخذها فذبحها حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن ضبة الطائفي قال حدثتني عمة ليقالوا لها سارة بنت مقسمين عن مولاتها ميمونة بنت كاردمين أنها كانت مع أبيها فذكرت أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة وبيده درة فذكر الحديث حان أبو أحمد قال حدثنا عبد الله يعني ابن عبد الرحمن بن يعل الطائفية عن يزيد بن مقسمين عن مولاته ميمونة بنت كاردمين قالت كنت ردف أبي فسمعته يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال أبها وثن أم طغية فقال لا قال أوفي بنذرك